هاي افريون انا نرهان ايمن تلتا باية تيكنولوجي جامعة بدر قولي بصراحة انت عندك انيميا انت عارف ان حوالي 35% من الناس عندهم انيميا ومشاكل دم واللي بيكون من اعراضها الصداع والضعف ودي التنفس طب احتاجنا ننقل لحضرتك دم بس للأسف ملقناش في بنكة دم الفصيلة بتاعتك خصوصا لو O نيجتف او AB نيجتف يبقى خلاص كده لا تعال اقولك احنا كبايتكنولوجيست قدرنا نجت حل لعلاج المشاكل دي كلها واللي لازالت تحت التجريب الا وهي الهيموجلوبين بيزد اكسجين كارير اتش بي او سي زي ما احنا عارفين ان دمنا عبارة عن خلايا دم حمرة والهيموجلوبين ده هو اهم مكون فيها وبيشيل الاكسجين عشان يروح لكل خلايا الجسم لكن في حالات الانيميا للأسف بيكون في نقص للهيموجلوبين ده احنا بقى بدل ما ناخد دم من الناس تانية وننقله ويكون فيه مشاكل في الفاصيلة احنا لقينا حل تاني اننا ناخد دم من الحيوانات زي الكعو ايه ده انا يدخل جسمي دم بقرة او بناخده ونعمل تعديل فيه بحيث يكون قادر انه يحل محل الهيموجلوبين اللي ناقص في الجسم وكمان ليه سورس تانية مش شرط الحيوانات بس زي الهيمان بلاسينتاز او الديناتكلي موديفايد بكتيريا اللي تقدر تنتجي الهيموجلوبين طب خلينا نتكلم شوية عن اله بي او سي هو بيكون لونه دارك ريد سترولايز هيموجلوبين وبيكون مور ستابل زان الناتشور الهيموجلوبين طبعا هو لسه تحت التجربة وماخدش تصريح من الاف دي اي بس زيه زي اي علاج بناخده لصعاد افكس زي انكريز في بلوت بريشور هايبورتنشن رينال افكس ابدومنال ديسكمفرز وكرامبينج بس مما لا شك فيه ان الفكرة حلوة جدا ومازال البحث مستمر فيها لتطوير اله بي او سي عشان يبقى سبب حل ازمات كتير زي الحروب والحوادث انه في وجود اله بي او سي دراي باودر واننا نحله بالسالين تخيل انه نقدر ننقذ الاف الناس من الموت بان اله بي او سي هيكون عامل ومساعد في نقطة الاكسجين في الجسم انا نرهان ايمن واتمنى اكون قدمت فكرة جديدة وباذن الله في المستقبل نقدر ننقذ ناس كتير من الموت شكرا